اشتركوا في القناة لغة الفبركة التي تمتهنها القناة القطرية الجزيرة ليست بلغة اعلام ولا لغة اخبار انما هي لغة افتراض وتلفيق لا تمت للواقع بصلة تزيف عبرها الوقائع وتبثها على انها الحقيقة الدامغة وهذا هو الحال في ليبيا البلد العربي الذي ضاق ذرعا من اوهام قناة الجزيرة القطرية وافتراءاتها ولم تكتفي بذلك بل حاولت ان تجبر ضيوفها على مجارات هذا الكذب الا انهم ابوا ان يكونوا جزءا من مسرحية اثمة لم تفلح القناة في اختيار ابطالها لو وجدت اثار قصب جوء او قصب عشوائي انا اتحمل المتورية الكاملة وتوفى اتبع حياتي ثمرا لذلك ولكن سيد جعيم يعني عفوا قبل ان ان اسمح لي فقط اسمح لي فقط سيد جعيم اسمح لي فقط اسمح لي فقط اسمح لي فقط محاولة تلو الأخرى توهم المجتمع العربي والليبي على وجه الخصوص بأعداء افترضتهم القناة أججت الأوضاع وتفجر الإرهاب والخراب وسعت كما سعت في العديد من الدول العربية لإسقاط الدولة الوطنية وأحلال الفوضى والخراب الأمن والشرطة وأيضا رجال أمن بزي مدنيها جمع المتظاهرين بقناة المسيلة للدموع والهراء والماء الساخن المضغوط عندما يخرج المذيع عن سياق المهنية الصحفية لا ترغب القناة أن يشار إلى شاشتها بالكذب والتلفيق تحاول أن تجتزئ الكلام وتضعه في غير سياقه وموقعه أعتقد أن الجماعة حفتر هذه صيغة مربكة وقلقة بصراحة هناك جيش ليبي وهناك عملية للكرامة لماذا مربكة؟ ماذا تقصد؟ مربكة لأنها يهدف من ورائها تسميم الخطاب لأن هذه ليست حقيقة عليكم أن تقتربوا من الحقيقة ما هي الحقيقة من وجهة نظري؟ الحقيقة من وجهة نظري أنني كاتب صحفي ملاحق رأسي أتحسس رأسي كل يوم وأنا في بيروت لأنني سرق سيارتي وبيتي وهددوني كي لا أتكلم في ليبيا أسلوب الجزيرة أسلوب المفلس الحاقد الذي يتشبث بكل شيء وأي شيء لمواصلة مسرحية المظلومية والخراب ضللت من خلالها الرأي العام الليبي وحشدت للإرهاب والدمار روجت له القناة على أنه الخلاص والنجاح والتقدم وما كان إلا مجرد سراب يحسبه الضم آن ماء ترجمة نانسي قنقر